الرئيس السيسي يشهد حفلة خريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة ويؤكد أن التطورات بالمنطقة قد تؤثر على اتساع رقعة الصراع ألوان المتحدة تبدي قلقها البالغ بشأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان وميقاطي يطالب بوقف إطلاق النار لاستقرار المنطقة والاحتلال الإسرائيلي يوصل شن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان وطهران تحذر بعد استهداف نائب قائد الحارس الثوري أثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت الجنة نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم صرح علمي أمني شامخ حمل على مر تاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال إنها أكاديمية الشرطة المصرية التي تواصل نجحتها في تخريج رجال مؤهرين على أعلى مستوى تعليميا وتدريبيا وبحثيا المنطقة والعالم تمر بظروف صعبة جدا حرسنا في مصر إن إحنا تبقى ساستنا سياسة متوازنة جدا في ظل هذا الاتراب الخطير اللي موجود وإحنا حذرتنا منه وقلنا إن استمراره حيؤدي إلى عواقب خطيرة في منطقتنا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية لأسر خريجي الدفعة الجديدة من أكاديمية الشرطة فضلا عن توجيه الشكر لهم على إعدادهم وتوجيههم بشكل جيد جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي حفلة خريجي دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة أوجه التحية للأسر أسر الطلبة وأسر الخريجين وأهنيهم على تخرج أبنائهم وأشكرهم أيضا على أنهم يعني أعدوا أبنائهم وبناتهم عشان يبكلمنا دقيق يعني وجهزوهم بشكل جيد جدا وبعدين أقدموهم هنا لبلدهم مصر عشان يشاركوا في حماية أمنها واستقرار فأنا بشكرهم وبهنيهم وإن شاء الله أن يشوف أبنائهم دايما في أفضل الحالات واسمحوا لي أن أنا أشكر الخريجين وطلبة الأكاديمية والقائمين على العملية التعليمية والتدريبية في الأكاديمية على الجهد وعلى الأداء المتميز اللي تمازت به الكلية خلال مش بس التخرج واحتفالات التخرج النهاردة لكن الحقيقة أنا بيعني بتيجي لي فرصة أن أنا أجي مرات وأبتطمن على الكلية وعلى الأداء اللي موجود بشكل بسيط خالص خالص من غير من نعمل يعني عشان أبقى متطمن أن الأمور ماشية بشكل كويس والحقيقة كل مرة بنيجي بنتطمن وبنسعد بالمستوى ولسه لسه فيه أفضل من كده أكد الرئيس السيسي أن مصر دولة تمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال وأشار الرئيس السيسي إلى مخاطر تطورات بالمنطقة والتي قد تؤثر على تساع رقعة الصراع الطيقة والعالم بتمر بظروف صعبة جدا وإن إحنا حرسنا في مصر أن إحنا تبقى ساستنا سياسة متوازنة جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي موجود وإحنا حذرنا منه وقلنا أن استمراره يعني حيؤدي إلى عواقب خطيرة في منطقتنا ويمكن في العالم وبالتالي محتاجين في بلدنا مصر أن إحنا نبقى متفاهمين لده ونبقى متمسكين بسوابتنا سوابتنا أن إحنا حرسين على أن إحنا نكون بنمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية وده اللي إحنا ماشينا عليه بقالنا سنين والحقيقة إحنا في ظل الظروف اللي موجودة يعني على حدودنا الغربية والجنوبية ودلوقتي بقالنا سنة تقريبا على حدودنا الشرقية والتطورات اللي بتحدث وانتوا طبعا متابعين كل حاجة هل ده يعني يجعل أو يخلي شعب مصرنا أنه هو بقى شعب مصر قلق بدون شك لازم نبقى لقانين عشان التطورات اللي بتحدث خطيرة جدا وممكن تؤدي إلى يعني توسع أو التساع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقة وإحنا يعني بقى لنا تقريبا قناة السويس تقريبا أكتر من خمسين ستين في المية من دخلها إحنا فقدنا أكتر من ستة مليار دولار خلال السبع تمن شهر اللي فاتوا طم أن الرئيس السيسي الشعب المصري أن البلاد بخير وقوية رغم ما تشهده المنطقة من توترات جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي حفلة تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة لكن عايزة أطمنكم أن إحنا بخير والأمور بفضل الله سبحانه وتعالى مستقرة ومن جيد أو من حسن لأحسن طول ما إحنا في مصر طول ما إحنا في مصر سبتين ومستقرين ومتحدين جميعا إيدينا في إيدينا بعض ومتطمنين على أن إحنا بندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا ويحفظ المنطقة ما أمكن ما أمكن دون التورد في أمور ممكن تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي بلدنا طول ما إحنا كمصريين متماسكين ومتحملين نحاولها بالطريقة دية متحملين حذر الرئيس عبد الفتح السيسي المواطنين من الشائعات التي يروج لها البعض وأشر الرئيس السيسي إلى أن الفترة الحالية وشهور الماضية شهدت كما كبيرا من الشائعات من فضلكم من فضلكم انتبهوا جدا لأن طبعا في الفترة دية ويمكن خلال الشهور اللي فاتت حجم الكذب وحجم الإفك وحجم الافتراء وحجم الشائعات كان ضخم جدا جدا ما هو انتبهوا أن أنتوا أنتوا اللي وقفين دلوقتي يا مصريين مش عايز أتيت في الكلام كتير لكن المفكرين والمثقفين والإعلام واضح المهمة بالنسبة له وواضح الخطر بالنسبة له عملية الكذب زي ما بقول كده والشائعات اللي بتطلق هنا وهنا واتهامات ليس لها والله أساس من الصحة كلها من فضلكم انتبهوا جدا خلال الشهور اللي فاتت حجم الكذب وحجم الإفك وحجم الافتراء وحجم الشائعات كان ضخم جدا انتبهوا أنتوا اللي وقفين دلوقتي يا مصريين شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كليات الشرطة وقسم الضباط المتخصصين وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة تضمن الاحتفال قيام طلبة الكلية من مختلف السنوات الدراسية بتقديم عروض قتالية تظهر مهارتهم الفائقة في التعامل مع مختلف الأهداف سواء في الرماية أو الاشتباك أو المطاردات ونماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة بالإضافة إلى عدد من الفقرات الأخرى التي تظهر مدى استعابهم لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرض لها أثناء آداء المهام التي يتم تكليفهم بها منح الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الخارجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية كما جرى منح نوط الامتياز من الطبقة الثانية لأول الطلب الوافدين وأول الخارجين الحاصلين على لسانس الحقوق ملازم تحت الاختبار كما ضمت القائمة الممنوحين لهذا النوط أولى الخارجات الحاصلات على لسانس الحقوق ملازم تحت الاختبار قدم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم هدية تذكريا للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة وتتمثل الهدية في مجسم لبوابة أكاديمية الشرطة وساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة ويتوسطها النصب التذكري لشهداء الشرطة تخليدا لتضحياتهم وفي قلب الساحة أجنحة النصر رمزا للأمن الذي عمر بوع البلاد والاستعداد نحو تحقيقه بالجمهورية الجديدة تؤكد مصر ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية وتشدد على أهم الجاري على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبد العاطي اعتزاز مصر بأبنائها الذين يعملون في الأمم المتحدة لا سيما وأن مصر دولة مؤسسة للمنظمة منذ نشأتها في عام 1945 وخلال لقاء مع المصريين العاملين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ثمن عبد العاطي الدور الهام الذي يقومون به في دعم المنظومة الأممية لحفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة في ظل تحديات جسيمة يتعرض لها النظام الدولي قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن العدوان الإسرائيلية المستمرة والغاشمة على قطاع غزة والحالية على الضفة الغربية يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي ومؤسساته وخلال كلماته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة شهدت عبد العاطي على أن العدوان على لبنان يشكل انتهاكا صارخا للسيادة وسلامة الشعب اللبناني لافتا إلى أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل ثوري مواقف مصرية واضحة وتوجه ثابت لا يتغير تجاه حل الأزمات الإقليمية والدولية وخاصة التطورات في القضية الفلسطينية وهو ما تؤكده القاهرة يوما تلو الآخر في كل المحافل الدولية لاهتمام المصري بدعم القضية الفلسطينية أكده وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث شدد على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لحمام الدم في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية إن أولويتنا القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري ودائم وغير مشروط والوقوف بمنتهى الحسب أمام أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو سياسات الإحلال السكاني فضلا عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع المدنيين العزل وبشأن الأزمات الإقليمية الأخرى دعا وزير الخارجية إلى إيجاد حلول سياسية شاملة للأزمات في السودان وليبيا والصومال مؤكدا أهمية وحدة الدول واستقلالها وانتقد التصعيد الإسرائيلي في لبنان واعتبره انتهاكا لسيادته ندين بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير والذي لا يعرف حدودا ويجر المنطقة إلى حافة الهوية فإننا نؤكد رفضنا التام والإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الراهن على لبنان الشقيق والذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامته ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي في سياق آخر أشار وزير الخارجية خلال كلمته إلى أزمة سد النهضة منتقدا التعنت الإثيوبي وتجاهلها للقوانين الدولية ومحذرا من أن مصر لن تتسامح مع أي تهديد وجودي لنهر النيل وستستمر مصر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء الشعب المصري العظيم فمخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائه هكذا هي مصر دائما كعادتها صوت للحق والسلام تضع نفسها في مقدمة المدافعين عن قضايا الأشقاء العرب والأفارقة وداعية لإحلال السلام وإعلاء صوت العقل للحفاظ على الاستقرار والحفاظ على الأرواح وذلك انطلاقا من تاريخها العريق ومكانتها الإقليمية والدولية المؤثرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 الدورة التاسعة والستين في سبتمبر من عام 2014 وتطرق خلال كلمته إلى طبيعة ما قام به الشعب المصري من تحولات تخلص خلالها من قوة التطرف والظلام واستعاد مسيرته المعتادة في ركب الحضارة الإنسانية وأدت كلمات الرئيس بالفعل آنذاك إلى تفهم دولي لما يدور في مصر من خطوات على طريق بناء دولة مدنية حديثة في سبتمبر من عام 2015 شرقت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الدورة السبعين حيث تطرق إلى عدد من الموضوعات الدولية وكيفية التعامل مع الشباب والاستفادة من طاقتهم في دفع عملية التنمية شرقت مصر أيضا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الدورة الحادية والسبعين عام 2016 والتي عقدت تحت عنوان قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك كذلك في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين عام 2017 والتي تطرقت إلى مخاطر الإرهاب تحت عنوان على الشعوب السعي إلى تحقيق السلام والحياة الكريمة وعلى همش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثانية والسبعين للأمم المتحدة عقد الرئيس السيسي 22 لقاء بارزا منهم لقاءات مع ترامب ونيتانياهو والرئيس الفلسطيني ورئيس البرازيل وشركات أجنبية واهتم السيسي بإبراز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتعزيز أهمية إقامة دولة فلسطينية في عام 2018 شاركت مصر في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية بحضور الرئيس السيسي حيث استعرض أجندة زاخرة بقضايا دولية وإقليمية وقومية هامة بالإضافة إلى جهود مصر في محاربة الإرهاب في عام 2019 شاركت مصر في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وألقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان مصر واستعرض خلال هذا البيان المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية ومنطقة الشرق الأوسط في الثلاثين من سبتمبر من عام 2020 شاركت مصر في الدورة الخامسة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس وتطرق الرئيس وقتها في بيانه إلى عدد من القضايا الإقليمية الدولية وصيانة السلم والأمن الدوليين أما في عام 2021 فقد شارك الرئيس السيسي بكلمة مسجلة في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد خلالها أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية والتي كانت ومازالت القضية المركزية للأمة العربية وذلك عبر التفاوض استنادا إلى مقرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في عام 2022 شاركت مصر في الدورة السابعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي نقشت العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم والدور المتوقع والمطلوب أن تطلع به الأمم المتحدة لضمان احترام قواعد القانون الدولي والاستجابة لتطلعات شعوب العالم دون تفرقة أما في عام 2023 فقد شرقت مصر في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انعقدت تحت عنوان إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة وبما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع شاركت مصر كذلك في عدد من الجلسات والقمم الخاصة بفلسطين ومن ضمنها جلس الإقرار بحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة والتي انعقدت في العاشر من مايو الماضي وهكذا تواصل مصر ممارسة دورها الدولي كإحدى أقدم الدول المؤسسة للأمم المتحدة وأكثر الدول التزاما بمسؤولياتها وأهم الدول المؤثرة في قرارات المنظمة الدولية ترجمة نانسي قنقر مواقف مشرفة قادتها مصر على مر السنين تجاه الأشقاء العرب وقضاياهم وخاضت معارك دبلوماسية لدعم الحق العربي والأفريقي في حياة مستقرة وأوطان محرارة وتنمية مستدامة استطاعت مصر على مر السنين أن تكون مساهما وداعما لحركات التحرر والاستقلال كانت مصر ولا زالت القلب النابط بمسؤولياته التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية فضلا عن دعم القضايا السلم والأمن الدوليين وعن كونها مساهم رئيسي بالقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدأت مصر جهودها مع مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لاستقرار المنطقة منذ إنشاء المجلس فمصر كانت ضمن الدول الإحدى والخمسين المؤسسة للأمم المتحدة وبدأت عضويتها فيها مع انطلاق المنظمة الدولية في الرابع والعشرين من أكتوبر عام 1945 منذ انتخاب مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي طرحت العديد من المبادرات التي تصب في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية وبما يصب في تحقيق الهدف الرئيسي وراء هذه العضوية وهو العمل على منع مسببات تهديد السلم والأمن الدوليين وفي ضوء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي ترأست مصر في الثامن والعشرين من يونيو عام 2017 اجتماعا بمجلس الأمن الدولي حول تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا أما بخصوص الأزمة السورية فقد أكدت مصر سعيها الدائم لحل الأزمة السورية وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة المشروع الأمريكي حول الهجوم الكيماوي في سوريا التي عقدت في الثاني عشر من إبريل عام 2017 ودعت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلى التفاهم حول الأزمة خاصة وأن الحرب في سوريا سهمت في خلق ملاذ آمن لعشرات الآلاف من المرتزقة والإرهابيين في سوريا الذين يهدد وجودهم المنطقة والعالم بأسره فيما يخص القضية الفلسطينية طلبت مصر مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليتي تجاه حماية الشعب الفلسطيني وتصحيح الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأكدت مصر أنه من غير المقبول أن تظل القضية الفلسطينية هي البند الوحيد الذي استمر على جدوى الأعمال المجلس لنحو سبعين عام منذ عقاده الأول عام الف وتسعمائة وستة وأربعين دون إيجاد حل عادل للقضية وإنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني كما أكدت مصر أن ترك القضية الفلسطينية عالقة دون السعي إلى حل حقيقي على أساس حل الدولتين يمثل قنبلة موقوطة ستنفجر حتميا وستخرج الأمور عن السيطرة في الشرق الأوسط فيما يخص الأزمة السودانية بزلت الدولة المصرية الكثير من الجهود لاحتواء الأزمة والحيلولة دون الدخول في نفق الحرب الأهلية المظلم وشددت الدولة على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتأكيد على أن الأزمة في السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين وتؤكد مصر دائما احترامها الكامل لإرادة الشعب السوداني قال مصدر طبي وآخر أمنية لرويترز إنه تم انتشال جثة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وإنها سليمة هذا ولم يذكر بيان حزب الله والذي أكد مقتل نصر الله أمس السبت كيف قتل أو موعد جنازاته لكن المصدرين قالا إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة ويبدو أن سبب الوفاء صدمة حدة من قوة الانفجار من ناحية أخرى نقلت صحيفة لي باريزيان الفرنسية عن مصدر أمني لبناني قوله إن جاسوسا إيرانيا زود إسرائيل بمعلومات عن موقع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قادت إلى اغتياله أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن عدد النازحين قد يصل إلى مليون شخص من الجنوب والبقاع والضحية الجنوبية مؤكدا أن النزوحة الحالية قد يكون الأكبر في تاريخ لبنان وفي تصريحات له عقب اجتماع اللجنة الطوارئ الحكومية طلب ميقاتي بوقف إطلاق النار على كل الجبهات ليحل الأمن والاستقرار في المنطقة نحن دايما نقول وقف إطلاق النار على كل الجبهات يجب أن توقف وقف إطلاق النار خلص يعني حتى بغزة اليوم من أول يوم كنا نقول إذا وقف إطلاق النار من 7-8 أشهر نحن نعملنا دي وقف إطلاق النار بغزة يوقف إطلاق النار بالبنان التلقائية يعود السكان إلى شمال إسرائيل وتعودهمlig كما هي ونحن نأخذ وقت لحتى نقدر نتطبق صوتاعة صفر واحد كامل هذا النتائج أن نصير في وقف أطلاق النار على كل الجبهات لحتى حقيقة يحلس الأمن والاستقرار بالرمان دعا باتريارك المورن في لبنان بشارة بطرس الراعي وهو أكبر رجل دين مسيحي في البلاد إلى اتباع الطرق الدبلوماسيات لإنهاء الأعمال القتالية الدائرة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني وأضاف الباتريارك الراعي أن اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في ضربة كبيرة استهدفت المقرة المركزية للحزب في الضحية الجنوبية لبيروت جاء ليفتح جرحا في قلب اللبنانيين كما دعا الراعي المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط حث الجيش اللبناني على عدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي والحفاظ على الوحدة في بلد يشهد انقساما سياسيا وطائفيا غداة إعلان حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله بغارة إسرائيلية في ضحية بيروت الجنوبية يأتي هذا في حين ينفذ الجيش انتشارا داخل العاصمة بيروت التي نزح إليها الألاف اثر قصف إسرائيل عنيف على معاقل حزب الله بجنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية أعرب الأمين العام لأمم المتحدة أنتوني جوتيريش عن قلقه البالغ بشأن تصعيد والعضوان الإسرائيلي المستمر على لبنان داعيا لتجنيب المنطقة مخاطر حرب شاملة وشدد جوتيريش على ضرورة وقف دائرة العنف وعلى أن تبتعد كل الأطراف عن حفة الهوية كما حث أمين عامل أمم المتحدة لأطراف على إعادة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ألف وسبعمائة وواحد بشكل كامل والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية مجددا دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين هناك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنغ عشرات الغارات الجديدة على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان بعد يومين على اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات صلاح الجو هجمت عشرات الأهداف في لبنان خلال الساعات الأخيرة مشيرا إلى أن هذه الغارات تستهدف مواقع إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومخازن أسلحة تarchyا إلى القرارات اللهه أكبر طبق حبيب ولو حبيب طبق غالي ولا غالي صدمة و يا صدمة كلاطق و يا pond قصفوهم هنا مدرين عنهم اللهم هي هنا مجفعين شقف يا خار المترجم للقناة استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف صوب منازل المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 41.595 وزيادة عدد المصابين إلى 96.251 شخصا قراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر الماضي اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن ثلاثة شبان أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحام بلدة عقابة شمال طباص كما أفادت مصادر بالهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال اعتقلت مصابا بعدة رصاصات خلال تقديم الإسعاف له فيما منعت الوصول إلى مصاب ثالث على سطح أحد المنازل ترجمة نانسي قنقر استقبل معبر رفح البري 60 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية وإنسانية متاجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم هذا وتستمر قوات الاحتلال في قصفاء العسكري لجانب الآخر معبر رفح البري حيث تستهدف المربعات السكنية وأماكن إيواء النازحين مزيد من التفاصيل مع الزميل محمد الخطيب من رفح نعم مشاهدين الكرام بعد التحية لازم نتابع معكم كل الجهود المصرية المبدولة من أجل إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم عادت مرة أخرى حركة استئناف المساعدات من ميناء رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم وبالفعل من توجه اليوم إلى منفذ كرم أبو سالم يعني حوالي خمسين شاحنات من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية والآن نرى معكم هذه الشاحنات التي تعود مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري بعد أن قامت بتفريغ حمولتها كل الشاحنات التي خرجت اليوم من منفذ كرم أبو سالم كانت تحمل يعني العديد من المواد الغذائية الخاصة بالأسرة الفلسطينية الشقيقة في ظل يعني الأزمات التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيين جراء نقص الغذاء والدواء ونقص المحروقات أيضا نشير هنا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت لحوالي 11 شاحنة من الشاحنات التي تحمل محروقات متنوعة ما بين السلار والغاز بتفريغ حمولتها وهذه الشاحنات عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية ما قام بتفريغ حمولته بإجمالي 50 شاحنة حوالي 14 شاحنة فقط وقوات الاحتلال الإسرائيلي رفضت 14 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية على صعيد العملات العسكرية نسمع معكم الآن الطائرة الزنانة التي يعني تحوم في السماء هذه الطائرة التي هي انذار شؤم وتنذر بوقوع ضربات في مناطق مختلفة ومتفرقة في الجانب الآخر من معبر رفح البري وبالتحديد في المنطقة التي يعني تستهدف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي المربعات السكنية هذا هو المشهد لدينا إلى الآن مشاهدين الكرام وأعود إليكم مرة أخرى أطلقت تاحية كريمة مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين في مدينة السلام لتكون في متناول الجميع حيث تقدم لحوما بلدية تازجة بجودة عالية تخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها تشهد المبادرة إقبالا كثيفا من المواطنين على المنافذ لبيع اللحوم والدواجن التابعة لحياة كريمة أكد المواطنون أهمية المبادرات التي توفر لهم حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الرهنة النهاردة مؤسسة حياة كريمة بتضخ بعداد مهولة في جميع المحافظات وعلى مستوى الكرة وعلى مستوى محافظة الكاهرة النهاردة كيلو اللحمة بدل ما بيتباع بربعمية وربعمية وخمسين في جميع المحلات نحن النهاردة اللحمة البلدي بمتين وعشرة فقط يعني متناول جميع المواطنين حياة كريمة بتعمل حاجات كويسة جدا وجعلها دايما كري على طول في الخير على طول دايما دايما تفاجونها بحاجات دايما على طول كده بالدعم على طول بتاعكم أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة جديدة لتوفير اللحوم والدواجن بأعلى جودة وأقل سعر استجابة لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المزيد من المتابعة ينضم إلينا من محافظة الإسماعيلية مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود دعنا في تفاصيل المبادرة اليوم لديك في محافظة الإسماعيلية ومدى إقبال المواطنين أرحب بك يوسف من محافظة الإسماعيلية حيث نتابع منذ صباح هذا اليوم هذه المبادرة الهامة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة والخاصة بتوفير اللحوم سواء كانت الطازجة أو المجمدة في عدد من المنافذ بمحافظة الإسماعيلية هذه المبادرة التي تأتي تنفيذا لتوجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن المواطنين هذه المبادرة التي بدأت اليوم في محافظة الإسماعيلية وتشهد إقبالا منذ صباح هذا اليوم يتم توفير هذه اللحوم الضزجة البلدي بسعر 310 جنيهات أما بالنسبة للحوم المجمدة تتوافر بسعر 210 جنيهات المنافذ الموجودة هنا في محافظة الإسماعيلية والتي تشهد إقبالا من المواطنين منذ الصباح المنفذ الأول في الشارع التجاري بيئة المحافظة والمنفذ الثاني أيضا هنا في الشارع السنترال بجوار السنترال بيئة المحافظة وأكد منصق عام حياة كريمة في المحافظة أنه خلال الأيام القادمة ستتوسع المؤسسة في وجود العديد من هذه المنافذ في عدد كبير من القرى والمدن بيئة المحافظة عندما تحدثنا مع المواطنين الذين أقبلوا على هذه المنافذ منذ صباح هذا اليوم أشادوا بهذه المبادرة التي توفر اللحوم بأسعار أقل من أسعار السوق ولدى التجار في اللحوم فبالتالي هذه المبادرة توفر اللحوم بأسعار مخفضة ومميزة وأيضا بجودة عالية فهذه اللحوم تخضع لإشراف بيطري ورقابة كاملة ويتم إتاحتها يوميا للمواطنين في هذه المنافذ وستستمر هذه المبادرة خلال الأيام القادمة في محافظة الإسماعيلية بالتوازي طبعا والتزامن مع وجودها في عدد كبير من المحافظات وربما أشاد أيضا المواطنون بهذه المبادرة وقدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالمواطنين وأيضا بيعني الأسر الأكثر احتياجا في هذه المبادرات وليست هذه هي المبادرة الأولى التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة للمواطنين خاصة في محافظة الإسماعيلية ولكن كان قد سبقها مبادرات خاصة بالأدوات المدرسية في بداية العام الدراسي الجديد وتستكمل مؤسسة حياة كريمة انطلاقا من دورها الإنسانية والاجتماعية أيضا تجاه دعم المواطنين وتقديم كل ما يليق بهم في المبادرات المجتمعية المختلفة فهذه المبادرة مبادرة اللحوم وأيضا تنضم إليها الدواجن بأسعار مخفضة ستستمر في المحافظة خلال الأيام القادمة وكل المواطنين يستطيعون أن يتوافدوا على تلك المنافذ للاستفادة من هذه المبادرة والحصول على لحوم طازجة مميزة وبأسعار مخفضة وبالتأكيد يعني مؤسسة حياة كريمة لا تتوانى لحظة عن تقديم كل الدعم للمواطنين في المحافظات المختلفة هذه الصورة من محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع كل محافظات مصر التي تقدم هذه المبادرة للمواطنين عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى زميلي محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية كنت معنا مباشرة من محافظة الإسماعيلية شكرا جزيلا لك وأطلقت تحياة كريمة مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين في دار السلام حيث بلغ سعر اللحوم 210 جنيهات للكيلو تأتي المبادرة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة في المناطق الشعبية والنائية في الحضر والريفة حيث شهدت المنافذ المتنقلة أقبالا كثيفا من المواطنين على شراء اللحوم النهاردة موجودين في دار السلام في شارع الفيوم عشان خاطر نبقى موجودين مع أهلنا بنقدر نوفر لهم السلعة مهمة جدا وسلعة استراتيجية جدا وهي اللحمة النهاردة احنا عملنا عرض على اللحمة قوي جدا احنا بنوفر كيلو اللحمة ب 210 جنيه وكمان لحمة طازة مش مجمدة لحمة بلدي مطبوحة بمعرفتنا ومطبوحة في مزارح حياة كريمة احنا النهاردة موجودين في حياة دار السلام بنبيع اللحوم بلدي بأسعار مدعمة تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على دعم الأسر الأولى بالدعم في السلعة الغذائية وان شاء الله احنا مستمرين على مدار اليوم حتى نافذ الكمية احنا النهاردة موجودين في دار السلام معنا 250 كيلو لحمة بقى ريسافي عشان نفرح أهلينا ويا رب يكونوا ممسوطين موجودين النهاردة في دار السلام وموجودين في أكتر من نقطة وعلى مدار كل يوم بنبقى في أماكن مختلفة قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بزيارة لمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها بمقر الهيئة بدأت الزيارة بعقد الوزير لقاء موسعا مع محافظ قنى خالد عبد الحليم لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات واستعرض الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة قنى والتي تضم ست مناطق صناعية معتمدة تقع على إجمالي مساحة 63 ألف فدان منها منطقتان تتبعان ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية أكد وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشريف الشربيني مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات بعدة مدن جديدة أضف الوزير أنه لا تهاون لرضع المخالفين حيث يتم الحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الضوهر العشوائية وحفاظا على المظهر الحضاري لمدن الجديدة وحفاظا على هيبة الدولة أشار وزير الأسكان أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لعام 2023 مطالبا المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح حيث أن الرابع من نوفمبر المقبل يعد هو آخر موعد لطلق الطلبات كثفت أجهزة تنمية صهاج الجديدة وبدر والسدات وضميات الجديدة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمنظومة الطرق والمرافق والزراعة والنظافة وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدر الجديدة صرح بذلك وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني مضيفا أن هناك متابعة مستمرة للملفات الخدمية المهمة التي تسهم في تلبية متطلبات السكان نظمت وزارة الصحة والسكان برنامجا تأهيليا لأطباء الأمراض الصدرية العاملين بالوزارة بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية لتأهيلها من اجتياز اغتبار التعليم المنصق في الطب الجهاز التنفسي للمتخصصين الأوروبيين يأتي البرنامج التأهيلية ضمن استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتأهيلها على مستوى المعايير الأوروبية بهدف تعزيز المعرفة لدى أطباء الصدر بأحدث المستجدات العلمية وتمكن الأطباء من الحصول على الشهادات المعتمدة دوليا لنقل الخبرات العالمية في مجال تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار الاستعدادات النهائية لانعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية وخلال الاجتماع الذي عقده مع قيادات الوزارة والشركة المنظمة للمؤتمر أكد عبدالغفار أن النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية ذات طابع خاص بعد ضم ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في موضوعات الجلسات والمناقشات لتضم موضوعات عن ملف التنمية البشرية وذلك بمشاركة المجموعة الوزرية للتنمية البشرية والوزارات والجهات المعنية بملف التنمية البشرية مؤكدا أن القضية السكانية هي قضية تنمية بشرية تحول اليوم ذكرى رحيل الفنانة كوثر العسال عن عالمنا بين السينما والدراما والمصرح تنوع تعمال الفنانة الراحلة ومن أبرزها دورها في فيلم نحد لنزرع الشوك ومسلسل لن أعيش في قلباب أدي في مثل هذا اليوم عام 2013 وعن عمر ناهز الأربعة والسبعين عاما رحلت عن عالمنا الفنانة كوثر العسال بعد أن تركت بصمة فنية واضحة فيما يقارب الستين عملا فنيا بين السينما والدراما والمصرح ولدت كوثر العسال في السادس والعشرين من نوفمبر عام 1939 بالقاهرة وعاشت قصة حب مع زوجها الأول الفنان عبد المنعم إبراهيم وبعدما توفي تزوجت من ابن خالتها الفنان محمد وفيق حيث عاشا معا قصة حب نادرة بعد أن تزوجا في النهاية الثامنينات وهو الذي وقف بجانبها في محنتها حتى توفيت بعد صراع مع مرض السرطان قدمت كوثر العسال أول أدورها في بداية الستينات من خلال فيلم امرأة في دوامة ثم توالت مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية الهمة أبرزها أنف وثلاث عيون نحن لا نزرى الشوك الشفاء غليظة العقل والمال صباح الخير يا زوجتي العزيزة وكان دور كوثر العسال في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي هو الأبرز في تاريخها الفني وكان آخر أدورها في عام 2001 عندما شاركت في مسلسل البرنسيسة ثم أعلنت اتزالها انتهت أخبارنا وبقي التذكير بالعنوين الرئيس السيسي يشهد حفلة خريق دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة ويؤكد أن التطورات بالمنطقة قد تؤثر على تسعي رقاط السرع الأمم المتحدة تبدي قلقها البالغ بشأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان وميقاتي يطالب بوقف إطلاق النار لاستقرار المنطقة الاحتلال الإسرائيلي واصل شن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان وطهران تحذر بعد استهداف نائب قائد الحرس الثوري مشاهدين الكرام وصلنا مع حضرتكم لنهاية نشرة التاريسة من التلفزيون المصري شكرا لكم شكرا طيبة المتابعة ودومتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة